بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نفتح بيننا وبين قومنا بالحق و أن تخير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم يجري الحق على لسنتنا و يلهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول و في العمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع أو من قلب لا يخشع و من نفس لا تشبع و من عين لا تدمع و من دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى و التقى و السداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و مرحبا بحضراتكم في حالة جديدة من برنامجكم الطبي اليومي الداء و الدول هنتحدث النهاردة عن عرض و مرض في نفس الوقت هنتحدث عن شيء استعاز به الرسول صلى الله عليه و سلم و منع لعنه صلى الله عليه و سلم نتحدث عن الحمى الحمى في الطب علم و سعود درجة أنه فيه فرع مخصص لعلاج الحميات كما تعلمون حضراتكم هي تعتبر مرض و تعتبر عرض لبعض الأمراض و تعتبر مرض بمسمياتها زي الحمى الروماتزمية و حمى القش و الحمى القرمزية إلى آخره و حمى التايفويد و كثير جدا بمنافس المسمة بتعتبر كمرض و لكن الحمى عندما تكون عرض بتكون جزء من مرض آخر أو عرض لمرض آخر الحمى باختصار جدا هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن الدرجة المعتادة للجسم البشري درجة الجسم بتتراوح من 35 إلى 38 يعني في ناس بتبقى درجة حرارتهم الطبيعية 38 آه في ناس بتبقى درجة طبيعية بتاعتهم 38 ما زادة عن ذلك فهي حمى في ناس درجة الحرارة بتاعتهم 37 لما توصل ل38 يبقى هنا في حمى يبقى هي عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة الجسم عن ما هو معتاد و المعتاد بتاع البشر من 35 إلى 38 تسمعوا و حضراتكم عن حاجة اسمها لتصير مستد ده موجود في التلاجة و موجود ما عرفش في السخان و موجود في الحاجات اللي هي الحرارية السير مستد ده بالمعنى العلمي هو منظم للحرارة فيه سير مستد داخل دماغ الإنسان منظم للحرارة داخل دماغ الإنسان عند حدوث أي التهاب سبحان الله بتفرز كرات دم بيضاء اللي احنا بنسميها اليوكوسايتس نوع من كرات دم البيضاء وهتفرز لنا مواد كيميائية سبحان الله بتسبب اضطراب في عمل السير مستد ده اللي هو منظم الحرارة ده فتديني الحمى كإنذار و كمؤشر أن فيه مرض معين في الجسم ده هيؤدي إلى زيادة بقى النشاط العضلي اللي هو الارتجاف أو الرجفة يقولك ده بيترتعش يرتعش من كتر الحمى ده فعلا بيحصل و في الحالة دية يحدث ارتفاع في درجة الحرارة و أعرف إن فيه حمى في اللحظة دية طبعا الأسباب كتيرة جدا و زي ما بقول لحضراتكم قد تكون مرضا في حد ذاتي و قد تكون عرضا لوحدها يعني احنا الأسباب زي ما نقول كتيرة فيه منها بكتيرية و فيه منها فيروسية البكتيريا تسبب حمى و الفيروس أيضا يسبب حمى مش هندخل فيها لأنه هتحتاج كلام كتير جدا اللي هيهمني قوي الأعراض إمتى أعرف إن دي فيه حمى أو فيه ارتفاع في درجة حرارة الجسم طبعا الأول حاجة الحرارة لو أنا بقسها أو بحط إيدي على جسم المريض بتاعي سواء الطفل أو الكبير هلاقي فيه ارتفاع في درجة الحرارة تاني حاجة القشعريرة اللي أنا لسه أيلها اللي هي الرعد الارتعاد أو الرعشة هيرتعش نتيجة الكرات الدم البيضة اللي أفرزت فتزود النشاط العادية فيرتعش من كتر السخونة حاسن هو بردان جدا رغم أنه هو سخن جدا ولكن دي تفاعل من الجسم للسيرمستات أو المنظم الحرارة اللي موجود في المخ أيضا عطش يصاحب الحمى سبحان الله عطش دايما الإنسان اللي عنده هم يبقى عطشان جدا ويشرب مياه كتير جدا ونلاقيه زي يقول بالبلد بتاعنا ملهوف على المياه أيضا بتكون مصاحب مع الحمى فقد للشهية أو فقدان للشهية مش عايز يأكل ومش طالب الأكل خالص وما بيجوعش وأيضا هنلاقي فيه جفاف للجلب نتيجة السخونة وفقد الماء اللي في الجسم فيه طبعا ألم في كل الجسم البشري من العظم والضوافر والجسم والعضلات كله هيبقى فيه ألم لو حدثت حمى طبعا هيبقى فيه ألم في الدماغ أو في الراس هيبقى فيه صداع جامد جدا قد يصل إلى درجة الهزيان وقد تصل إلى درجة الغيبوبة نلاقيه بيخطرف وبيقول حاجات مش موجودة وممكن توصل لدرجة الغيبوبة إذا ازدادت الحرارة لدرجة كبيرة جدا أثر الحرارة على الأطفال أو على طرفي العمر الأطفال وكبار السن مشكلة كبيرة جدا لازم نرأيه لازم ناخد بالنا منها كويس قوي لأنها تأثر على الخلايا بصورة واضحة جدا والخلايا التي تتأثر قوي هي خلايا المخ أو خلايا الدماغ أو خلايا الجهاز العصبي في طرفي العمر بالذات لازم أخذ بالي وخاصة في الأطفال لأنه ممكن لقدر الله تسيب لي أثر فيما بعد زي حالات الصرع أو حالات التأخر الوعي أو التأخر الدراسي نتيجة حمى وهو صغير أو تأثر على عصب معين يفقد السمع زي حالات كثيرة جدا ما بتحدث في الأطفال فنخلي بالنا كويس جدا في الحمى وخاصة في الأطفال العلاج بتاعنا الحمى لما ذكرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فسبها رجل يعني ذكرت الحمى عند الرسول صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبها فإنها تنقي الزنوب كما ينقي النار خبث الحديد أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني الحمى أو أي مرض أو حتى الشوكة الشوكه المسلم بتنقيه من الزنوب سبحان الله أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء شوفوا وسيط الرسول صلى الله عليه وسلم هي أول خطوات علاج الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة في الطب الحمى من فيح جهنم يعني من ريح جهنم حتى من جهنم كده والعياذ بالله فبردوها بالماء أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبقى أول خطوة في علاج الحمى هي الكمادات والماء المثلج لدرجة أن أنا ممكن أخذ الطفل يعني هتبقى شديدة شوية على الأبوين ولكن خطوة مهمة أوي ممكن توفر لي مشوار كبير في العلاج مجرد ما أحس أن الطفل بيرتاش حاجة من اتنين يأما هعمل كمادات مثلجة مباشرة على القدمين وعلى اليدين وعلى الجبهة أو أن أنا هاخد الطفل وحطه تحت دش بارد كاملا هيزعى وهيعيط وهيصوت وهيزرق ولكن نقطة مهمة أوي واستحمل أضغط على قلبي شوية وحط الطفل فعلا تحت دش بارد علشان أخفض من درجة الحرارة لأنه خطر على خلايا الجسم ككل ووسيط الرسول صلى الله عليه وسلم فبردوها بالماء يعني دي نقطة مهمة جدا طبعا الراحة التامة الخطوة التانية في علاج الحم لازم يبقى فيه راحة تامة ما يبقاش فيه مجهود لأن المجهود هيزد لي الحرارة تاني وهيرفع لي درجة الحرارة تاني وده اللي إحنا مش عايزينه الزعتر وورق الغار الزعتر وورق الغار من النباتات اللي بتساعد أوي في تخفيض درجة الحرارة للجسم بناخد معلقة صغيرة من كل نوع هتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا الزعتر وورق الغار معلقة صغيرة من كل نوع هتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا فيه أوراق نباتية اسمها الأوكالونيوس الأوكالونيوس دي بناخد منها من مغلي أوراق الأوكالونيوس ده تلت معالي من هذا النبات هتغلى في لتر من الماء وهتصفى وتشرب ثلاث مرات يوميا يبقى مغلي أوراق الأوكالونس تغلى في لتر من الماء ثلاث معالق كبيرة وتصفى وتشرب ثلاث مرات يوميا أيضا مغلي إشر أغصان الزيتون الأخضر مغلي إشر أغصان الزيتون الأخضر يعني شجر الزيتون الموجود بأخذ الأغصان بتاعته أشر أكتر من قشرة وأخذها ويكون أخضر يعني يكون مش جاف وهناخد منه أربع معالق كبيرة من هذا القشر في لتر من الماء وهيصفى ويشرب صباحا ومساء يشرب صباحا ومساء يبقى مغلي إشر أغصان الزيتون الأخضر هناخد منه أربع معالق كبيرة في لتر من الماء هيصفى ويشرب صباحا ومساء الرجلة نبتة الرجلة و لها مسمى آخر اسمها البقلة البقلة الحمقاء لها مسمى ثالث اسمها زنب الفرس يبقى لها ثلاث مسميات على مستوى العالم العربي الرجلة أو البقلة الحمقاء أو زنب الفرس هتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا بتخفض درجة الحرارة و فيه كتير بيوصوا من الناحية الطبية ان احنا نعمل بيها كمادات و على الجانب الآخر فيه كتير بيوصوا ان احنا نعمل كمادات مثلجة مع الخل كل هذه الخطوات بتساعد بصورة واضحة جدا وبصورة كبيرة جدا من الناحية الطبية في تخفيض درجة الحرارة ما ننساش تناول سوائل بكثرة دي نقطة برضو مهمة جدا علشان اعوض السوائل المفقودة أثناء الحمى أو أثناء ارتفاع درجة حرارة الجسم ما نساش وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الحمى فيح من جهنم فبردوها بالماء أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكمادات المسلجة ولو قدرت أحط الطفل زي ما قلنا تحت الماء وأنا باهتم بالأطفال لأن ممكن الحمى تسيب لي مرض مزمن في الطفل لا قدر الله إن لم تعالج بالطريقة السليمة والطريقة الصحيحة في المستشفيات عندنا في بانيو بنمليه تلج لدرجة أننا ممكن أحط المريض كاملا في هذا التلج أغطسه في التلج خالص علشان أبرد درجة حرارة الجسم ما ننساش أن من أسباب الحمى أو من الأسباب الخطيرة لها ضربة الشمس أو المشي كتير قوي في الشمس مع فقد السوائل وعدم تناول السوائل يبتدي يأثر لي على الحمى وتبتدي فيه نتيجة طبعا طبية مؤسفة للأسف دي الحمى بما لها وبما عليها أتمنى من الله عز وجل أن يعافي الجميع وأن يمتعكم دائما بالصحة والعافية إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشية الله تعالى أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته